بين ليلة وضحاها يسجل العراق قفزة نسبية بأعداد المصابين بفيروس كورونا بحسب الموقف الوبائي الذي سجل قرابة 200 إصابة بعد أن كانت محصورة بالعشرات خلال الأيام القليلة الماضية أخصائيون كشفوا عن الأسباب التي عززت قوة الفيروس من بينها ارتفاع درجات الحرارة ورطوبة الجو الذين يكونان بيئة مناسبة للفيروس على حد قولهم كل صيف حينما تأتي موجة جديدة ونحن الموجة الجديدة من أوميكرون لم تكتمل بعد في العراق لا زالت موجودة المتحور الجديد من سلالة بيروس كورونا أوميكرون فكل صيف تزاد الحالات في العراق بالنسبة للأسباب هي أنه تزاد حرارة الجو تزاد الرطوبة النسبية مما يؤدي إلى تزايد الإصابات والعدوة عدم اكتراف الكثير من المواطنين بخطر الفيروس حتى الآن من حيث الالتزام بالإجراءات الوقائية فضلا عن ضعف إقبالهم على تلقي اللقاح عوامل ما زالت تؤثر على حياة الكثيرين في ظل وجود وباء الحمة النسفية الذي بدأ هو الآخر يسجل إصابات مرتفعة بين المواطنين لاحظ أن أعداد توافد المواطنين إلى المستشفات والمراقصة قليل جدا بأخذ اللقاح مما سبب لا زيادة في عدد الإصابات خلال هذه الليلة وضعها بالواقع هو مرض خطير جدا تحت وزارة الصحة ومؤسساتها وكوادرها الطبية والصحية والتمريضية بالتوعية على الإبتعاد عن كثرة تناول اللحوم وحثهم على شراء هذه اللحوم التي تقلل أو تساهم في عدم الإصابة بالحمة النسفية من الأسواق المرخصة وعدتها وزارة الصحة الحموة النسفية وبايروس كورونا خطران يخددان الواقع الصحي للبلاد معنيون أكدوا أن غياب الإجراءات الحقيقية للحد من هذه المخاطر ستجعل العراق من ضمن البلدان الأكثر عرضة للأوبئة التي تكلف حياة المواطنين ثمنا باهظا علي خشان السومرية بغداد